في كل عام من الثالث من شهر أيار يحتفل العاملون بمجال الصحافة بيومهم العالمي حاملين أوسمة هذه المهنة الشاقة التي تدور في كل الأفلاك وتقتحم كل الميادين رافعة شعار الحقيقة وكشف الوقائع في العراق لا يحتفل صحفيه بهذا اليوم بقدر ما يستذكرون المآسي ويحصون خسائر أصحاب الصوت الحق ويسترجعون ذكريات المغدورين والمغيبين في سجون الحكومة وميليشياتها العراق البلد الأكثر خطورة على الصحفيين منذ عام 2003 حقل ألغام وأهوال يمر به الباحثون عن الحقائق خلف الستار المجهول المرعب تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن العراق في عام 2020 ما يزال ضمن البقعة السوداء للبلاد الأشد خطورة على الصحافة ويقع في مقدمة أكثر الدول قمعا للحريات والصحفيين حدة الضغوطات على العاملين في مجال الصحافة ازدادت منذ اندلاع ثورة تشرين حيث يواجه الصحفيون الذين ينقلون التظاهرات خطر التعرض للمضايقات أو الاختطاف أو الاعتداء على أيدي الميليشيات بل ويصل الأمر حد الاغتيال في كثير من الحالات مقابل هذه الصحافة الحرة ثمت صحافة أشبه ما تكون ببوق يردد ما يريده المستبدون تلك هي أصوات الأحزاب وزعماء الميليشيات التي تعمل على طمس الحقيقة وتزين مسرح الجريمة وقلب الوقائع ومع ذلك يعاني العاملون فيها من ضياع تأميناتهم وحقوقهم وتعرضهم للمراقبة والملاحقة الدائمة حتى يستمر على نهج التطبيل لقوى العملية السياسية العراق من أكثر البلدان حاجة إلى العين الراصدة والقلم المدون لكثرة ما فيه من أحداث تتزاحم على مسرح سورته الأحزاب النافذة بأسلاك شائكة لتمنع شهود الحق من الاقتراب منه ورغم ذلك بإمكانياتهم البسيطة يستمر الصحافيون الأحرار برصد الحقائق متحدين المصاعب والمخاطر اشتركوا في القناة